ارتفع أسعار زيت دوار الشمس عالمياً وتصريحات المسؤولين الروس بأنهم لن يصدر الزيوت للدول التي وصفوها بغير الصديقة ليست هي الأسباب الوحيدة لنقص هذه السلع الألمان يقومون بشراء وتخزين كميات كبيرة من الدقيق والزيوت النباتية ظناً منهم بأن الحرب في أوكرانيا قد تمتد لأشهر وقد تصل إليهم وهذا السلوك يحدث فارقاً كبيراً في توافر هذه السلع وارتفع سعر اللتر زيت دوار الشمس بأكثر من ثلاث مرات حيث كان يباع اللتر بيورو ونصف قبل الحرب الأوكرانية والآن أصبح سعره حوالي خمس يوروات وفي محاولة لضبط الأسعار والكميات المعروضة للبيع لجأت بعض مراكز التسويق إلى تحديد الكميات التي يسمح للشخص شراؤها من زيوت نباتية ودقيقة ولكن الأمر قد لا يعالج جذرياً وتعتبر روسيا أكبر منتج في العالم لزيت دوار الشمس بحوالي مليوني طن سنوياً ثم تأتي أوكرانيا بإنتاج نحو مليون وثمانمائة ألف كيلو سنوياً صحف محلية نقلت عن جمعية منتجي الزيوت النباتية أن أوكرانيا كانت المورد الرئيسي لألمانيا ومن غير المرجح أن يتغير واقع نقص هذه السلع في البلاد قريباً ترجمة نانسي قنقر